تسليح الكاميرات الرئيسي مبدئيا اقل فاي بنستخدمها عادة في الكاميرات بتبقى فاي اتناشر اوكي اتناشر طبعا ده اللي هو اتناشر ميلي يعني قطر السيخ اتناشر ميلي واكبر فاي يفضل تستخدم يستخدم في الكاميرات العادية فاي خمسة عشرين طب هو ينفع نحطه اكتر ان فاي خمسة عشرين طبعا ينفع لكن بتبقى صعبة اكتر في التقطيع وبقى وزن السيخ تقيل وهكذا فعشان كده بصراحة احمن الجأشي اللي اكبر من فاي خمسة عشرين غير في الحاجات الاسباشال زي الكاميرات الكباري والجسور والحاجات التقيل قوي لكن الكاميرات العادية بتاعت البيوت العادية يفضل تبقى من كام لكام من اتناشر لخمسة عشرين طب المصانع المصرية حاليا بتنتج الانهي فيات بتنتج الفايات تسليح رئيسي في فاي اتناشر او ستاشر او تمنتاشر او عشرين او اتنين وعشرين او خمسة عشرين بالمناسبة فاي عشرين نادرة شوية لكن موجودة الناس كتيبتون مش موجودة لا هي موجودة حاجة تانية احنا بنفضل الفايات المستخدمة اكتر في الكاميرات فاي ستاشر او تمنتاشر لكن هو كله صح طبعا يعني مش شرط فاي ستاشر او تمنتاشر مثال لو مثلا انا في الديزاين طلعت الاريا بتاعت الستيل بتاعتي مثلا الف تسعمائة وسبعين مليميتر سكوير وعايز اشوفها كام فاي كام هنعمل ايه اول حاجة هنختار فاي من ست ارقام اللي احنا قلناها اللي هما ستاشر طمانتاشر عشرين اتنين وعشرين خمسة عشرين طيب ممكن مسلا اختار فاي اه فاي اتناشر مثلا او فاي ستاشر فاي ستاشر طيب تقدر تقولي التسليح بتاعنا ده هبقى كام فاي ستاشر طيب اول حاجة بنحتاج نحسب مساحة السيخ الواحد من فاي ستاشر بما ان هو دايرة قطرة ستاشر ملي يبقى مساحة السيخ الواحد بكام باي في ستاشر سكوير على اربعة هتطلع مثلا ماتين وواحد مليميتر سكوير طيب ده كده معناه ان عدد الاسياخ عندنا اللي احنا محتاجينه بكام هنقسم الارية الكلية اللي هي الف سعمائة وسبعين على مساحة السيخ الواحد اللي هي تبقى بكام ماتين وواحد مليميتر سكوير ونطلع عدد الاسياخ طلعوا مثلا نايم بوينت ايت سيخ يعني معناه صح احنا محتاجين تسعة وشوية سيخ هنختارهم كام طبعا ساعتنا نختارهم عشرة طيب عشرة في كام طيب احنا هيبقى عشرة في ستاشر طيب نفس المسألة دي هي هي ممكن واحد تاني بدل ما يختار في ستاشر يختار مثلا في تمنتاشر يبقى هنضطر نعمل ايه نحسب مساحة السيخ الواحد من في تمنتاشر اللي هي باي في تمنتاشر سكوير على اربعة طالت مثلا ماتين وابعة وخمسين مليميتر سكوير يبقى عدل الاسيخ عندنا بكام الارية الكولية اللي هي لتسعمائة وسبعين على مساحة السيخ الواحد اللي هي باتين اربعة وخمسين طالت مثلا عدل الاسيخ عندنا سيفن بوينت سيفن 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 باحنا هنختارهم كام سيفن هنختارهم تمانية بس طبعا تمانية في كام تمانية في تمنتاشر طيب بالنسبة لرص التسليح الرئيسي ممكن لو عدل الاسيخ كتر شوية نضطر نحط الحديد عندنا على صفين وإحنا بصراحة في معلومة لازم نعرفينها كده دائما وإحنا بنرس الحديد عشان نحافظ على قوة التماسك بين الخرصانة والحديد لازم كل سيخ حديد يبقى متحوط بخرصانة حواليه من كل ناحية يعني بمعنى صح ما ينفعش نحط صفين حديد لازقين في بعض نساعدة السيخ كده خرصانة مش حواليه من كل ناحية طيب بنحتاج عادة لو هنحط كزا صف حديد ما يبقوش لمسين بعض بالزبط طيب يفضل نعمل ايه ان تبقى اقل مسافة عندنا بين سيخين في الاتجاه الافقي ما تقلش عن اتنين سنتي ونص يعني خمسة عشرين ملي عشان مش عايزين واحنا بنصب الخرصانة تيجي حتة زلطة كبيرة على حاجة تتزنق في النص فالخرصانة تحتيها تعشش ما تملاش تحتيها بمعنى صح وفي نفس الوقت محتاجين المسافة الرأسية بين السيخين ما تقلش عن اتنين سنتي لتنين سنتي عشان نضمن زي ما تفنى ان الخرصانة تخش تحوض بين السيخ كلها طيب نبدأيا كده لو احنا هنطر نحط صفين حديد بيتنفذ زي بنحط الصف الاولاني الاول وطبعا ده بقى ما تربط مع الكناب بسلك روبات وبعدين نجيب سيخ قصير بنسميه سبيسر السبيسر ده بيبقى عادة فاي عشرين يعني خطر السيخ بتاعه كان ملي عشرين ملي يعني اتنين سنتي والسبيسر ده بيتربط مع التسليح الرئيسي طبعا ايه بسلك روبات يتربط هنا ويتربط هنا وهكذا ونبتدي نكرر السبيسر ده كل تقريبا متر او متر ونص بحيث لقتي لما حطنا السبيسر ده ربطنا مع الصف الايه الاولاني هنحط في ايه الصف التاني ويتربط هاكما معا بايه بالسبيسر بحيث لقتي ان انا ضمنت ان المسافة بين صفين الحديد مقلتش عن كام زي ما تفنى اتنين سنتي اللي هي عشرين ملي طيب الكلام ده هيبان عندنا في كروس سيكشن ازاي ما هو لما نيجي نقطع نبص في كروس سيكشن كده اول حاجة تسليح الصف التحتاني هبان ليه طبعا صف هبان دوائر طيب السبيسر كانوا مفهوض يبان عندنا خط دخين كده تخنته كام اتنين سنتي باني يبان الصف الفؤاني عادة منرسم السبيسر خطين الفرق بينهم في حدود الاتنين سنتي طيب ده كده اخو بقالك موضوع عندنا ايه صفوف عندنا تفنى في رسمة كروس سيكشن طب الشروط بتاعت الصفوف بتاعت التسليح الرئيسي خبالك كده مبدئيا اكتر عدد صفوف مسموح بي في الكاميرا الوحدة ماكسمام تلات صفوف مش عايزين نزود عن تلات صفوف مش معنى لان كل خبالك مع عدد صفوف يزيد كل ما هيبقى اصعب على الخرصانة ان هي تنزل هنا تملى توصل لحد تحت خلص فعشان بصراحة الخرصانة ما تعشرش يفضل الماكسمام اكتر عدد صفوف من زيدش عن كام تلاتة طب هو ينفع نزيد عن تلاتة ينفع لكن مش في الكاميرات العادية برضو فانا في الحاجات اللي هي الحاجات اللي يبقى فيها تسليحتي ايه القوي قوي طيب حاجة تانية يفضل ان اقل عدد اسياخ في الصف الواحد يبقى اتنين يعني بمعنى صح يفضل ان احنا ما نحط سيخ لواحد لوحده ده بالمناسبة من بوش سبب علمي لكن انا باتكلم دلوقتي على الحاجة المتدولة فالمينمو عندنا سيخين وطبعا لو هنحط سيخين بيتحطوا في الجناب يمين وشمال لسببين اولا عشان نوسع هنا الخرصانة تنزل منها دي اول حاجة تانية حاجة عشان نقدر نربط لسيخ دي تفانة مع الكنات من الجناب بايه بسلك الروباط طيب لو بدائما احنا اتفقنا كده دايما اقل عدد اسيخ عندنا في الصف هيتنفس كان دايما سيخين برضو في قاعدة تانية مهمة عشان الخرصانة ما تعششش لو احنا عندنا كزا صف حديد ما ينفعش يبقى فيه سيخ في الصف الفقاني بين سيخين في الصف التحتاني يعني مثال مثلا لو عادل اسيخ عندنا كان سبع اسيخ الصف اللي تحت كان فيه اربعة لو احنا عايزين نحط الثلاثة اسيخ فوقهم هنحط سبيسر ينفع نحط سيخ يمين وسيخ شمال وسيخ الثالث اللي في النص يتحط بين سيخين تحت لأ طبعا ليه لان ساعتها لو انا حطت سيخ بين سيخين الخرصانة مش هتنزل تملة بينهم هنا الحتة دي هتعشش بمعنى اصح عشان كده لو لقيت عندك يبقى فيه سيخ فوق بين سيخين تحت بنضطر ان شفت السيخ ده فوق اي سيخ من السيخين التانين ييمين يا شمال بحيث تفاعل ان احنا كده نوسع اريا نقدر نصب منها الخرصانة طب القطاع حلان بقى السيماتريك مش مهم خالص ده مش شرط عندنا طيب احنا حافزينها بصراحة الطريقة اسهل شوية ايه هي ان احنا مش عايزين اي سيخ تفاعلنا في الصف الفقاني ما بقاش فيه تحتيه سيخ في الصف بتاحتيني. اوكي? وبرضه هنطلع معلومة تانية ده معناه كده ان عدد الاسياخ دايما في الصف اللي تحت ما ينفعش تقل عن عدد اسياخ الصف اللي فوقه. طيب معلومة تانية كده اقل عدد اسياخ في الصف الواحد زي ما قلنا كم سيخ? اتنين ده المانيموم. طب اكتر عدد اسياخ ينفع يتحط في الصف الواحد يبقى بكام? اكي ده مش رقم سابت ده رقم ساميه ان. فكر كده معنا لو زودت عرض الكاميرا هقدر حط اسياخ اكتر. طيب لو قللت الفاي هقدر حط اسياخ اكتر ولا لأ? طيب فهتعال نحسابك كده لها قانون بيتحفظ مهم او عندنا في الشغل. لكن تعال نشوف استنتجنا مين? مبدئيا دلوقتي لو احنا عندنا كاميرا وعايزين نحط فيها اكتر عدد اسياخ في الصف الواحد. يبقى ساعت هنقل مسافة بينهم بقت مسافة بينهم هنا قد ايه? اتنين سنتي ونصف الى خمسة عشرين ميلي. اوكي? غير طبعا القطر السيخ اللي احنا ممفروض هنبقى عارفينه. طب هو بتاعة الكانة مش ممفروض في حدود تمانية ميلي? طيب عادة بيبقى من وش الكانة لحد بره في حدود سنتي ونصف اللي هو تقريبا خمستاشر ميلي. لو جمعت تمانية ميلي وخمستاشر ميلي هتطلع في حدود تلاتة عشرين ميلي احنا بناخدها خمسة عشرين ميلي. طيب ده كده معناها ايه خوHar advocates? ان المسافة دلوقتي عندنا هنا. لو انت خدت هنا خمسة عشرين ميلي وهنا كمان خمسة عشرين ميلي. يبقى مسافة الخارج. اتفقنا من وش السيخ من بره من هنا لهنا. المسافة دي. اللي هتبقى من هنا. اللي هنا تبقى بكام. هتبقى لبيه كلها اللي هو عرض الكامرة. نقص قدقي خمسة عشرين مليين من شمالة. يعن نقص خمسين ملي. دي المسافة دي. تقدر تقولي المسافة دي دلوقتي. لو احنا عايزين نقطر عدد لسياخ اكتر حاجة اللي هو بنسميه ان. يبقى المسافة اللي هي هتبقى من هنا لهنا دي. مبدئيا لما نيجي نحسبها. عدد لسياخ اسمه ان. هيتضرف في عرض السيخ الواحد اللي هو بكام? اللي هو فاي. ماشي ساعتها هيبقى ان فاي. زائد. لو عدد سياخ ان يبقى عدد المسافات بينهم كام? انه نقص واحد. طب هو اصغر مسافة زي ما انت فانا اللي هي كام? اتنين سنتين ونص اللي هي خمسة عشرين ملي. يعني هتقول ساعتها يبقى ان في فاي اللي هو عدد لسياخ في القطر بتاع سيخ زائد مسافات اللي بينهم اللي هي انه نقص واحد مضروبة في ايه في المسافة بينهم اللي هي بكام? خمسة عشرين ملي. نقدر من هنا نستنتج قانون بتاع الان ولا لأ? طيب اول حاجة هنقول يبقى البي نقص خمسين هتساوي ايه? اول حاجة عندنا هنفوق مسلا القوز ده. لما اجي فوق القوز ده هتبقى ان في خمسة عشرين نقص خمسة عشرين. طيب يبقى ساعتها نقول يبقى البي نقص خمسين هتساوي ايه? خد الان من هنا ومن هنا كومان فاكتور. يعني ساعتها تبقى ان في فاي زائد خمسة عشرين نقص خمسة عشرين. لما ناخد الناقص خمسة عشرين دي نجيبها الناحية دي. هتجيب الايه? بالزائد. ساعتها يبقى في الاخرى نقول يبقى بي نقص خمسة عشرين هتساوي ايه? ان في فاي زائد خمسة عشرين. طبعا تقدر تجيب الايه الفاي زائد خمسة عشرين نحية دي. فالقانون النهائي اللي عايزين فأنا اسيج ينفع يتحط في الصف الوحد. الطيب. المستخدمة بالملي lighting هي هستخدمها. طيب. بي خبتلك العرضه يتراس في ان رأست في الحديد. يعني مسلا لو بنتكلم قطاع زي هذا وهنروس في العرض الصغير ما يHave العرض على الصغير. لو بنتكلم السلاة على قطاع زي دوت طيب وهنروس الحديد في العرض دا ما ي coexistها اللي عندنا اللي هي العرض دا كل. كدفنا يخبتلك البي هنا مش العرض الصغير دي مقصود بي العرض اللي هيتراس في الحديد. طيب مثلا افرد مثلا من الديزاين طلع التسليح بتاعنا خمسة فاي تانين وعشرين. والبي كانت متن وخمسين ميلي. طيب انا عايزة اعرف الخامسة دول يبقى الان هتبقى متن وخمسين نقص خمسة عشرين على اتنين وعشرين زائت خمسة عشرين. طيب طلعت الان باربعة وشوية. يعنى ايه? يعنى اكتر عدد من الاسياخ ينفع يتحط في الصف الواحد اربعة وشوية. ساعة تبقى مسافة منهم بالزبط اثنين سنتين ونص أو خمسة عشرين ملي. ساعة اختار الان اربعة ولا خمسة? طبعا اربعة. لان لو انا اخدت الان بخمسة ساعة ما سفى بين اسياخ تقلها عن خمسة عشرين ملي. فاضطر ساعة اخد الان باربعة. طب يعني ايه الان باربعة? يعني اكتر عدد اسياخ مسموح يتحط في الصف الواحد اربعة اسياخ. ما يبقى الخمسة فاي اتنين وعشرين لو اللقنا باربعة دلوقتي ساعتها يترسوا عندنا ازاي ينفع حطوهم في صف واحد طبا ما ينفعش لان اللقنا باربعة طب ينفع احط اربعة تحت وحط سيخ واحد لواحد فوق قلن ما ينفعش بخصيخ واحد لواحده فادطر ساعتها intensة من خمسة تلاتة وتنين بس ينفع يبقى اتنين تحته وثلاثة فوق ما ينفعش ليه لان نحن قلن ما ينفعش بخصونا سيخ في الصف الفؤاني. مفيش فيه تحت سيخ في الصف التحتاني. فساعتا هنطر نقسم الخمسة دول ازاي? تلاتة تحت واتنين فوق. ماشي كده? طيب مسال تاني مسلا. لو لقينا باربعة وعدادهم ستة. في الحالي الستة دول يتقسموا ازاي? في كزا حالة. ممكن اربعة تحت واتنين فوق. او ممكن عندنا تلاتة وتلاتة. الاتنين صح. ومعلومة هنتأكد منها بعدين ان شاء الله هتلاقي كده من اخر. ان الاربعة واتنين احسن في الصف. لان الارية اللي هتنزل منها الخرصانة في الحتة دي اكبر. طب لكن تلاتة وتلاتة اوفر في الفلوس. ليه اوفر في الفلوس دي? هنعرف بعدين ان شاء الله. طيب مسال تاني لو لقينا باربعة وعدادهم سبع اسياخ. طيب هنرسوهم ازاي? هنرسوهم ساعته اربعة وثلاتة. طب هنحط اربعة في الصف الاولاني. لما نيجي نحط التلاتة ما نحط سيخ يمين وسيخ الشمال. ينفع السيخ التالت يبقى في النص بالزبط. انه ما ينفعش ليه? ساعته ما ينفعش سيخ في الصف الفقاني. مفيش تحتيه سيخ في الصف التحتاني. فساعته هنضطر نعمل ايه? نشافة السيخ ده فوق اي سيخ من السيخين التانيين. اوكي? طيب مسال لو لقينا باربعة وعدادهم تسعة اسياخ. ساعته مش هينفع صفين. هنضطر ساعته ناخدهم تلات صفوف. بنعمل ايه? بنملى اللي تحت وبعدين اللي فوق. يعني ينفع او تسعة دول يتاخدوا مسلا اربعة وبعدين تلاتة وبعدين اتنين. او ينفع يتاخدوا تلات تلاتات. كله صحة في الاخر.